واش عمرك سمعتي بأكبر وأغرب مدينة تحت من الأرض شكو اللي بناها واش الإنس والجن والقوة خارقة خارجية جات من خارج الأرض وبناتها واشنو أغرب لحويش اللي يلقوا في هذه المدينة اللي تحت من الأرض واللي ما تدخلش للعقل وكيفاش تم الاكتشاف ديالها واش بالصح كتشفها مغربي وتونسي بالصدفة وعلاش علماء الآثار اختلفوا وعجزوا باش يعافوش كل يبنى هذه المدينة هاتي للميساح هادية لها كتوصل ل 400 كيلو متر تحت من الأرض معلومات ومعطيات قدروا تسمعوها بأول مرة مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع المدينة اللي كنتكلموهليها هي مدينة ديرنيكو الغريبة اللي مبنية تحت من الأرض في تركيا فهذه المدينة كسميوها سوكل منطقة بمدينة الجن وحسب الاعتقاد ديالهم ان الجن هو اللي بناها نهر لول اما التفسير او المعنى ديال الاسم ديال المدينة ديرينيكويو وعلاشت سمات بهذا الاسم هذا فالمعنى باللغة العربية ديال ديرينيكويو هو العمق او البئر العميق وغادي نشرحوها في الحلقة على السمات بهذا الاسم هذا ولكن قبل خاصنا نعرفوا الشكون اللي بناها هذه المدينة الضخمة تحت من الأرض وانت تبنات فحسب الباحثين كيقولوا ان المدينة كيرجع التاريخ ديالها ليقارون كتيرة قبل الميلاد فهذه المدينة هذي راه تصميم ديالها والكبر ديالها يقدر يسكن فيها كتر من خمسين الف واحد تحت من الأرض وفي اطار البحث ديال علماء الاطار لقوا ان هذه المدينة هذي راه تسكن فيها كتر من عشرين الف واحد وعاشوا فيها هم ولادهم والمشية ديالهم وجميع الحيوانات وجميع المتطلبات ديال الحياة اللي كانوا يحتاجوها في هذه الوقيتها بحالة عايشين في مدينة فوق من الأرض لحقاش لقوا في هذه المدينة هذي أماكن خاصة ديال الوليدات الصغار في كيقراه وفي كيسكنه وحتى الاماكن ديال الماشية ولقوا اماكن العبادة ولقوا اماكن خاصة بالطبخ وخاصة بالنوم ولقوا مئات الممرات اللي مضيقة اللي كتحبط وكتدوزك من طبقة لطبقة ومن بلاصة لبلاصة بحالة كتتسارة في ش مدينة فوق من الأرض وهناك استطاع واحد سؤال مهم شكو اللي قدر يبني هذي المدينة هذي اللي تحت من الأرض وبهات الشكل هذا وبهات تصميم الهندسي الدقيق والغريب من نوعه فالجواب على هذا السؤال هذا وقع فيه اختلاف بين العلماء وكل واحد عطت دليل دياله كان بعض العلماء اللي كيقولوا ان اللي بناها ديال المدينة هذي هما الحتيين واللي هما شعب الأناظر القديم واللي بناوها ما بين القرن 15 والقرن 16 قبل الميلاد واللي كانوا السوحة الامبراطورية كبيرة في ذلك الوقيتها ولكن كان بعض العلماء وواحدين اخرين كيقولوا او الدراه اللي بناها ديال المدينة تحت من الأرض هما شعب الفريجيين وبالدليل انهم ملقاوا النقوش وكتابات الحيوطة ديال هذي المدينة هذي باللغة ديالهم ولكن الخطير الصادم هو التصريح اللي خرجوا بيه او خرجوا بيه علماء واحدين اخرين اللي خفق جميع التصريحات وخفق جميع الدلائل اللي قدموها هذي العلماء اللي قالوا بالحرف انه من المستحيل يكون البشر هما اللي بناو هذي المدينة هذي بالدليل ان المدينة مبنية بوحد شكل هندسي دقيق ودقيق بزاف وان جميع الصخور اللي مبنية بها المدينة هي مشي صخور عادية وانما صخور بركانية رطبة وليينة زائد ان الشكل الهندسي الدقيق والمتقن جدا اللي مخلاش يوقع التشي انشقاق والانهيار والانسداد في البودرات والحيوطة لهذين طبقات ديال هذي المدينة كاملة وخدز البناء ديالها الاف سنين راه ميمكنش وراه من المستحيل ان البشر هو اللي بنها هذه المدينة هذي حسب القول ديال عدد من الباحثين والعلماء زائد انه معطاوا دليل اخر حتى هو جد صادم جدا كيقولوا هذي العلماء اللي كيدافعوا لها بالنظرية ان البشر ماشي هو اللي بنها ديال المدينة تحت من الارض كيقولوا او ديال انه بالدليل انه بهذا التطور التكنولوجيا والعلمي والقوة ديال الالات والاجهزة اللي متختار على اليوم في هاد العصر ديالنا رهم يمكنش نبنيو مدينة تحت من الارض بهاد المواصفات اللي مبنية بها هاد المدينة هادي. يعني بهاد الالات الحديثة اللي عندنا اليوم ما نقدروش نبنيو مدينة بحال هادي فكيفاش البشر فعصور قبل الميلاد قدر انه يبني هاد المدينة تحت من الارض. وهاد المعطا هذا هو اللي غاد يرجعنا لتصريح ديال السكال المنطقة اللي كيقولوا ان اللي ابن هاد المدينة هادي هوما الجن. والدليل ديالهم حتى هوما كيقولوا ان هاد الريوية هادي رعا وورتوها على الاباء 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 ديال هادي ونقلوها من جيل الجيل. فهنا غدي تطرح سؤال اخر كيفاش مكتشف هاد المدينة هادي واش بالصح اول من كتشفها هو مغريبي وتونسي. فمن بحثنا لقينا ان الموقع ديال هاد المدينة هادي ولا البلاسة اللي اتبنات فيها من عاشر مستحيلات ان يطاعح في بال شو واحد انها مبنية مدينة تحت الارض في هذه البلاسة هذه. لماذا؟ لان هذه المدينة اللي تحت من الأرض بوصل لها خاصة تحفر واحد خمسة وتمانية متر تحت من الأرض. عادة ممكن انك توصل لها. زائد ان المساحة المدينة كتوصل الاربعمية الف متر تحت من الأرض. تقريبا ممتعها كتوصل الاربعمية كيلومتر تحت من الارض. والعلماء يلا كتشفوا فيها 51 متر فقط فهنا سيقول لي كيف اكتشفوها فحسب السلطات المحلية التركية يقولوا انهم اكتشفوها من كانوا يحفروا باش يدوزوا الطرق على الكبيرة ولا فاش يبنيوا بنايات كبيرة وجديدة فهم كيحتاجوا باش يحفروا واحد العمر كبير وذاك الشعلاش وصلوا ليها واكتشفوها في المقابل كنا قصة واحد اخرى اللي كتقول ان جو السياح واحد مغريبي اسميته حسن أصهاد والتاني تونسي اسميته محمد الشيخي هو من اللي اكتشفوها او اكتشفو الطبقة اللولة من المدينة وهو من اللي مشاو قالوها لسلطات التركية وكان احتى رواية تالتة اللي كتقول ان اللي اكتشفها نهار اللول هو واحد من سكان المدينة اللي ريب واحد الحيط من دار دياله وخرج في هاد المدينة هادي وهات شيراها وقع في سنة الف وتسعمية وثلاثة وستين ولكن اللي غدي خلي هاد المدينة هادي تكون من اغرب المدن اللي تم اكتشافها في العالم تحت من الارض هو انهم اكتشفوها على شكل الطبقات. تخيلوا معي ان بحل قلتي موبل كبير فيه بزاف ديال الطبقات مغروس في الارض. فالعلماء يلا قدروا انهم يوصلوا لتمنيات ديال الطبقات ويقولوا انه ما زال تحت من هاتتمنيات ديال الطبقات عشرين طبقة باقي ما عفوهاش وباقي ما نصلوش لها. والخطير انه تحت من هاد عشرين طبقة كين طبقات كثيرة مع فينش حل عدد ديالها ومع فينش حل يقدر توصل المساحة ديالها. فالسلطات التركية حد الثمانية ديال الطبقات اللولين او الفقانيين همين يقدروا السياح يدخلوا ليها ويوصلوا ليها ويمشيوا يشوفوها ويكتشفوها. اما الطبقات الاخرين فراهم ما زال كيبحتوا وكيدرسوا فيهم. وحسب الباحثين كيقولوا ان الطبقة اللولة او الطبقات الفقانيين راهم تبنى وادي كتار من الف ورعمية عام. اما الطبقات التحتانيين واللي هم مقدام راه التاريخ البناء ديالهم كيرجع الالاف ديال السينين. وهالطبقات راهم ترابطين مع بعضياتهم عن طريق انفاق اللي كيوصل طول ديال كل نفق لكتار من ثمانية كيلومتر. والغريب ان هاد الانفاق راه كتوصل لموضة اخرى تحت من الارض. وحسب الباحثين دائما كيقولوا ان هاد المدينة اللي تحت من الارض راه سكنوا فيها شعوب مختلفة عبر التاريخ واللي اغلبهم كانوا كيهربوا من الحروب وكانوا كيتخبئوا فيها. وهنا غادي تطرح سؤال مهم جدا غادي تقول لي او دي مدام هاد المدينة تحت من الارض وهي مدينة كبيرة. فكيفاش كانوا كيتنفسوا وكيفاش كان كيوصلهم لهوا خصوصا الناس اللي عايشين في الطبقات التحتانيين. فحسب العلماء والخبراء لقاوا ان جميع الطبقات فيها فوهات من الطبقة الفقانية حتى للطبقة التحتانية اللي كيدخل منهم لهوا. وهذه الفوهات راه محفورين ومصمين في بليس دقيقة جدا ومحددة باش يدخل لهم لهوا والبرد. فهذه الفوهات راه كيوصل لعدد ديالها الكتار من خمسةاشر الف فتحة خاصة بالتهوية موزعة على جميع الطبقات. فاللي زاد السلم العلماء اكتر هو انهم القاوا اعظام ديال الحيوانات وبليس خاصة بترمية الماشية. يعني اخوتنا كانوا مهبطين معهم حتى الماشية ديالهم. زائد انهم القاوا درجة الحرارة التابتة على طول العام في هذه المدينة اللي تحت من الارض. مما يسهل على السكان ديالها انهم يخبئوا ويخزنوا الماكلة وما تخسرش ليهم نهائيا. وهنا غايت تطرح سؤال اخر. غايت قولي وكيفاش كانو كيشربو منين كانو كيلقاوا الماء في هذه المدينة اللي تحت من الارض. فالخوبراء القاوا في هذه المدينة هذي تنين وخمسين بيع فيه الماء. وهذه تنين وخمسين بيع ديز من تحت منهم واحد الواد اللي هو واد كبير اللي كيسقي هاد البيار كاملة بالماء. بمعنى ان السكان الى هاد المدينة اللي تحت من الارض. ما كانوش يحتاجوا انهم يخرجوا من تحت من الارض. باش يمشيوا يجيبوا الماء ولا يجيوا يخزنوا الماء في المدينة ديالهم. واللي زياد بهار المستكشفين في هذه المدينة هذي انهم يلقوا بيبان اللي كدخلوا المدينة من فوق الارض. عندهم بيبان صخرية ضيرة ومصنبة طريقة دكية جدا. ان هاد البيبان الصخرية كتحل غير من الداخل ومن صعب انك تحلها من بره. وحسب الباحثين ان هاد البيبان الصخرية هي اللي حافظت على هاد المدينة هذي تحت من الارض باش يبقى لقرون ولسانوات وما يقدر يكتشفها ولا يعرفها تشو واحد. وانتوما اشنو بليكم? شكل ابناء هاد المدينة هذي? واش الانس ولا الجن ولا جيهات واحد اخرى اللي ممعروفهاش? خليونا الاراء ديالكم في التعليقات. بهذا كنوصل معاكم ختم حصة اليوم من هاشتاك ساميع. الي اعجبكم هاد المحتوى هذا. زيدوا شجعونا اكتر بلي باختاج بلي كومنتر بلي طاق بلي لايك باش نوصلوا الاكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائدة. والجديد دائما غتلقوه على القناة ديالنا على موقع يوتيوب. دخلوا تابنوا فيها. غتلقوا فيها فيديوهات جديدة. هذه تحيات سوفيان ساميع. السلام عليكم